يعني يمكن في أجازة العيد يعني الواحد كان عنده فرصة أنه يكون عنده وقت يروح ويزور أماكن أنا كنت في الأجازة دي بسبب بعض الظروف العقلية كنت موجودة في العاصمة الفرنسية في باريس والحقيقة وأنا يعني عشت فترة طويلة جدا في أوروبا وكنت بتردد على باريس كتير جدا فأنا أعرف جيدا يعني باريس والشوارع بتاعتها لاحظت طبعا ومتابعة الأخبار العالمية طول الوقت الواحد حتى مهنته في الأجازة يحب يشوف اللي بيحصل بالزبط الأزمة الاقتصادية العالمية الحقيقة يمكن موجودة في أوروبا بشكل كبير فأنت هتلاقي كل معظم يعني عنوين الصحف الصفحات الاقتصادية النشرات الأخبار البرامج بشكل عام تتحدث عن التضخم اللي موجود في أوروبا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وطبعا عندهم مشاكل كتير لكن الحقيقة وانا بقول لكم ده عن تجربة وانا بتفقد شارع الشانزليزي أهم شوارع العالم يعني ممكن تعتبروا هو الشارع رقم 3 في العالم بعد هونغ كونج ونيويورك شارع الشانزليزي ليه أهمية شارع الشانزليزي زي ما انتم شايفين الأزمة الاقتصادية بتضربه زي ما انتم شايفين دي محلات كبيرة جدا مغلقة يعني ودي كانت بالنسبة لي أنا ما زورتش باريس بقالي 5 سنين فانت بتتكلم على سنتين كورونا كان عندهم كمان مشكلة المشاكل اللي كانت حصلة بالناس اللي كانت بتلبس الحلة السطرات السفراء وطبعا كانوا بيقفلوا الشانزليزي مخصوص عشان المظاهرات بسبب السطرات السفراء والاعتراض اللي كان موجود زي ما انتم شايفين حتى المحلات اللي كانت مثلا ده محل للرياضة يعني بيكسب كتير جدا فانه يتم تحويله لمحل للملابس والأحزية محل أبسط برضو دي حاجة غريبة لانه طبعا انتم عارفين نسبة الإيجارات في محلات الشانزليزي نسبة عالية جدا القهوة دي مش مفتوحة ده دي القهوة دي كانت مفتوحة من 3 سنين تم اغلاقها وباقت مغلاقة بشكل كبير ياريت نرجع عليه الصورة ده بيتزابينو ده معروف جدا اللي بيروح شانزليزي معروف كنت تقف توابير عشان تدخله فلو هنرجع بس يا جماعة للصورة الأولانية مغلق تماما يعني مغلق وحتى أنا وقفت كده أسأل برضو الحق يعني الحس الصحة فيه تبقى عايز تسأل وإيه اللي حصل فيقولك لأ ده مغلق بقى له كذا سنة طبعا الإغلاق سنتين كورونا الناس ما بتنزلش وكمان السياسة وسترات الصفراء اللي كانوا بيقفلوا الشانزليزي خاصة في الويك أند اللي هو بيكسب فيها أكتر برضو كانت صعبة فحتشوفوا الإغلاق موجود في أكتر من صورة موجود بشكل كبير محلات كبيرة جدا مثلا نقدر نقول إيه لمحلات تجارية كبيرة وموجودة يعني فروع لها في العالم برضو مغلقة ومش موجودة في هذا الشارع الشارع ده بيعتبروه الفرنسويين هو الشارع يمكن الفرنسويين يقولك إيه أنا مليش الشانزليزي ده غالي عليها والأهاوي اللي موجودة دي غالي عليها بيحبوا الأهاوي اللي موجودة في الشوارع العادية أو في مناطق يعني أقل سخبا من الشانزليزي لكن بيعتبروا أنه شارع الشانزليزي هو شارع سياحي فانت شارع تجاري المقاهي المحلات المحلات طبعا المركات العالمية كلها المقاهي اللي موجودة على الصفين السينمات يعني فيه شارع من أكبر شوارع العالم وبيبدأ من عند طبعا زي ما أنتم عارفين قص الناصر بينتهي بالمسلة المصرية فالحمد لله المسلة المصرية هي اللي منورة وهي اللي موجودة وهي اللي بقي في ميدان الكونكورد ده يمكن اللي أنا حسيته وده برضو اللي بيدينا إحساس بأنه إحنا الأزمة الاقتصادية العالمية موجودة في أوروبا كلها بشكل كبير فالناس برضو لما تبقى عارفة أن أنت مش لوحدك في أزمات يعني العالم كله بيتشارك الآن الأزمات الاقتصادية تيجي بقى على التلفزيون الفرنسي أو وتشوفوا مثلا بالليل بينقش إيه ما بينقش غير التضخم اللي يمكن طبعا لأول مرة من سنة 1997 تصل إلى هذه النسبة زي ما بيقولوا تضخم اليورو لأنه طبعا منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي كلها فيها تضخم زي ما أنت عارف كمان موجود في باقي الدول ألمانيا كمان عندها نفس المشاكل أسبانيا كله عنده نفس المشاكل اللي موجودة وارتفاع الأسعار بشكل كبير فتلاقي برامج من نوع بالليل اللي هي مش ما سألت أن الناس تتقشف ولكن توجيه الناس نتعامل إزاي مع الأزمة يعني أحط فلوسي فين وتعامل إزاي مع الأزمة الدولة تطلع بسلام وأنا كمواطن كمان أخرج بسلام لأن احنا كلنا هنعيش ما أنا ماينفعش أحط فلوسي في جيبي وخلاص وكده أأمن لي لا أنت لازم تساعد لأن فيه كمان ناس بتشتغل طول الوقت